نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة تشهدها مصر في مختلف المجالات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وإنشاء المدن الجديدة إلى جانب تطوير المناطق غير الآمنة ومد خدمات المياه والصرف الصحي وغيرها من المشروعات التي تحسن مستوى معيشة المواطنين جهود كبيرة بذلتها الدولة في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع بما يتناسب مع مستوى دخولهم بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين كما حظيت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية باهتمام كبير ليتم رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية إلى 40% من مستوى 12% في عام 2014 إلى جانب المشروع الأطخم الذي يجري تنفيذه حاليا وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات المختلفة لنحو 55 مليون مواطن يقتنون بالمناطق الريفية مجتمعات عمرانية عصرية تلبي احتياجات السكان من الخدمات المختلفة تبنيها الدولة الآن بهدف تحقيق الهدف القومي الأول لمصر وهو مضاعفة المعمور من 7% إلى 14% تتضمن مدن الجيل الرابع وهي أول مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر ألفين واثنين وخمسين وبالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة امتدت يد الدولة بالتطوير للعمران القائم للعمل على حل مشكلاته وتمكينه من أداء أدواره لخدمة سكانه ولا سيما مشروعات التطوير التي تم ويجري تنفيذها بمدينة القاهرة موسيقى